السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذا الانصر لي متاح في بارك ولكن الشرح هذا يحتاج الى روت ويحتاج الى روت وتطبيق تطبيق اسمه ماركت هايبر فهو نخش في شرح الرطول عشان ما ننتقلش عليكم بعد ما نسيبه للتطبيق يعني مش هنفتحه مش نفتح الرطول بعد ما نسيبه للتطبيق هننوح للضبط على الاعداد يتحوي الى صفحة واحدة من 4 الرسائل ونقل الشاشة الرئيسية تطبيقات التحويل التلقائي بين الرسائل الساعة والضبط نوع على طبقات او الابيكيشن بعد كان نوع على الابيكيشن منجر ومدير التطبيقات يمكنك أن تكون هناك جديد سأبدأ نحمل معنا كل طبقات سأبدأ نحمل سأخذ على ماركت هابر سأخذ على ذلك سأخذ على حارة الثنية سأخذ على الأزان وأزانات التقبيط سأخذ على الأزانات سأخذ على الأزانات الشاشة الرئيسية تطبيقات هنبدأ بجي نفتح تطبيق لو فتحناه من غير ما نديه اذنات ديت مش هعمل العملية لان هو بجيب في حاس ما اتعونت فيه في تطبيق فلوما دي نروش الوزنات مش هزهر حساب جوجل في تطبيق لان هازم نسجل بحساب جوجل في تطبيق فلوما دي نشكر هزهر حساب جوجل فهلا نفتح تطبيق اغطوف يفتح معنا ديفولت اول حاجة نختارها فون وانها بنختار هزهر حساب جوجل هزهر حساب جوجل ولكن الحيوان نختار مثلا سامسونج اس 5 سامسونج جالكسي اس 5 هزهر حساب جوجل وانها الدولة اعتقد انها فيش دولة متحدة هزهر حساب جوجل هزهر حساب جوجل هزهر حساب جوجل هزهر حساب جوجل ومن هنا بنختار المكان اللي عليزينه في الدولة مكان معايم مثلا عالزينه في الدولة نختار مثلا هزهر حساب جوجل اتشار اكاونت هي اكاونت هي اكاونت ديتمش هزهر طبعا هزهر انها ندتوا الارزينت كلها فلما ادناذه او ادناذه او 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 تخيص مش هزهر الى اكاونت ولو ما ظهرش الاكاونت مش هيا اكتف معنا او مش هشتري هنضح اكتفات وانا برضو اصلا نستطيع نختار الاكاونت تاني يعني المهم الاكاونت يفي المشكلة او الحساب يفي المشكلة ونضح اكتفات نستاني شوية ونتبه بصراحية الووت طبعا نستاني يوم ما يفتح الووت نضيو صوحية الووت نضيو صمح واندوس على اكتفات التاني نتاكد بص انه محفوظة واندوس اكتفات نضيو رسالة هندوس اكتفات واندوش اكتفات يبيني رسالة تغير جهازك الى سامسونج اس السامسونج جالاكس اسو فايف وبيلونا برضو هنا ان احنا عيرنا سامسونج جالاكس اسو فايف والبلد ناكس بي سيدس والمكان البلد اللي احنا اخترناه وبيلونا كمان مراحظة سيتم استعادة التعريوات الافتراضية عن تجاريه الجهاز مع التصارب الانترنت يعني لما نعمل على تجاريه التليفون يرجع التليفون الى مكان نفس موافق بس كده هنحبها على الشاشة راسية مثل الشاشة راسية هنشوف تطبيق اللي في المشكلة التطبيق اللي كان بيرك هذا العنصر المتاح في بلدك او اي تطبيق او لا ترفق جهازك مع هذا الاصدار اي تطبيق فانا ما عنديش تطبيقات كان للمشكلة وحالتها ولكن هنشوف تطبيق حيواني وكان فيه تطبيقات كثيرة ما كانتش تتثبت وثبتتها عادي من علامات جربيلي وعادي من عادي لا ترفق الجهاز كما هذا الاصدار بس ده كان شرح التطبيق من هادا اتمنى ان اعجبكم التطبيق ولا اعجبكم اشترك في القناة وتفعيل جرس حتى يصلك كل جديد وعمل مشاركة الفيديوهات اشترك في القناة 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 اشتركوا في القناة